خليني او اسألني وانا جاوبك ايوة الربطة حلوة كان هناك فكرة انه السيد احمد دياب يكون في قائمة المهندس هنا بريدة لكنه في النهاية تقريبا تقريبا يعني قد يستمر النائب احمد دياب رئيسا للربطة وده احتمال كبير وقد يكون احمد مجاهد ورئيس الربطة ممكن برضو بس الاخرب هو السيد احمد دياب رئيسا للربطة ومعاها عدد من الاعضاء السابقين بعد ما كان الاتجاه انه مفيش ربطة وانه هناك لجنة من داخل الاتحاد ستدير المصابقة ولكنه الجديد برضو عشان هدراك تبقى عارف ايه اللي حصل انه الربطة مش هتحط شكل المسابقة انا بقول لك كلام مهم جدا وانا مسؤول عنه بنسبة 100% الربطة مش هتضع شكل المسابقة شكل المسابقة اتحاد الكورة الربطة ستدير المصابقة بس لكن الشكل الدوري الحدوثة الموضوعات كلها من اتحاد الكورة الربطة تستمر موسم كمان واحد الله اعلم ممكن تستمر مواسم لكنه النية انه موسم كمان عشان هي سنة انتقالية بالدوري بتاعها الجديد كمان انه الدوري العام السنة دي 18 نادي حتى اسمه 9 وتسعة تسعة عندي يلعبوا على الفريق البطل تسعة على البقاء ويهبط منهم نديا واللي هيسعى التلاتة فالموسم السنة الجاية هيبقى 19 تجرى الان دراسات من جديد انه الدوري مايبقاش فردي السنة الجاية بحيث انه يبقى 18 يبقى 20 لكنه مايبقاش فردي لانه موضوع الفردي ده موضوع دمه رزل ودمه تقيل هو تسعة عشر يبقى عندك اسبوع باي وبالتالي ممكن يزيد عدد الان دير الموسم المقبل الى عشرين ولما يتعب له مجمواتين يبقوا عشرة وعشرة ويهبط اربعة بس اربعة من عشرة هيبقى صعب جدا فمش حارفوا ينفذوه محتاجة حدوته ومحتاجة دوشه لكنه حزاري من الدوري اللي بعدت فردي وده بيتم دراسه بعد التقدم للانتخابات او بعد التقدم بيئة القائمة حيسافر المهندس هنا بريدة الى الخارج عنده مهمة تبع الفيفا ثم يعود ويعقد مؤتمرا صحفيا اعلاميا لطرح برنامج انتخابي كامل برنامج انتخابي كامل في كل النواحي الخاصة بكرة القدم في مصر بكل مشاكلها بكل ازمتها بملفتها من اولها لاخرها ده هيحصل هناك تغييرات عديدة داخل الجهاز التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم تغييرات جزرية وكبيرة جدا وحاسمة حاجة تانية مهمة كمان ما علمته انه المهندس هاني ابريدة تواصل مع لجنة الحكام بالفيفا لحاجتين الحاجة الاولى انه حد منهم يتواجد لفترة ليست بالقليلة من اجل المحاضرات ومن اجل التصطيف للحكام المصريين وحيقعد شوية يقعد شوية ده يعني مش مش تعاقد ولا شيء لكن هيقعد شوية وايضا لترشيح شخصية اجنبية مرموقة لتولي رئاسة لجنة التحكيم لكن ما فعلوا اليوم كابتن ياسر عبدالرقوف رئيس لجنة التحكيم المصرية ومعه الكبات انت وفي السيد وتامر دوري وعزب حجاج يستحق التحية والاشادة والاحترام حطوا النهاردة شوية نقاط اولها يجب على جميع الحكام الالتزام بعدم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بجميع انواعها بصفة شخصية او مهنية او تحكمية عدم التعامل مع اي وسيلة اعلامية لان الحكم مسؤول عما ينشر على حسابه وذلك اعتبارا من اليوم 12 نوفمبر وحتى اشعار اخر الالتزام بالحضور قبل المباراة بساعتين ارسال التقارير في موعد غيط 24 ساعة باستثناء المباريات التي تحتوي على احداث تستدعي ارسال التقارير فور انتهاء المباراة اوقف اوقف ما تقول ليش التقارير ضاع ما تقول ليش اصل انسناه وما ينطبق على الحكم حينطبق على المراقب انا بس بنبه دلوقتي وبقول لي كابتن ياسر احنا معاقل بان وقالبا بس خلي بقى لحضران كابتن ياسر خلي ده يبقى توحيد ما بين المراقب وما بين الحكم مش توحيد في التقارير في الارسال لانه تقارير المراقب لا يقل اهمية عن تقارير الحكم وبقول لي لجنة الحكام حضرتك لما المراقب عفوا لما الحكم يبعت ثم المراقب يبعت هنا بكلم مع الاستاذ طه عزة المسؤولة عن لجنة المسابقات تكون القرارات فورية فورية عشان القصة تنتهي يعني تقعدش بقى تقول لي استنى طب في فصلة هنا في همزة هنا في كلمة هنا جميل جدا بعدها با 14 ساعة في احداث سخنة في نفس اليوم وعندك بقى بتبعت والاتحاد او اللجنة لن تتعامل الا بالامل ممنوع على الحكام التعامل مع اي مسائل متعلقة بالتحكيم الا من خلال اللجنة الفرعية التابعة لها يعني انا تابع لمنطقة السويس يبقى لجنة حكام السويس انا تابع لمنطقة اسوان يبقى تابع اللجنة بتاعت منطقة اسوان اللجنة دي تدرس الموضوع ثم تعرضه على اللجنة الرئيسية محترم جدا الحكم يلتزم بالحصول على موعد مسبق قبل الحضور لمقر لجنة الحكام من خلال اللجنة الفرعية يعني فلان الفلاني حكم في البحيرة يروح لجنة الحكام في البحيرة انا عايز اروح اقابل كابتن ياسر عبدالروف يحد دوله معاد وكل ده على فكرة بيخلص في ثواني يعني ممنوع الانضمام الى اي مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالتحكيم خالص سوى الخاصة باللجنة الرئيسية او الفرعية يتعين على جميع الحكام عند الاعتذار او الصفر او الاصابة او حدوث اي ظهر في طارق ارسال ايميل للجنة ومش هيعتده بغير الايميل يعني حتى انا عايز ايميل ممنوع ادارة اي مباراة ودية الا بازن من اللجنة الرئيسية او الفرعية مبقاش مثلا مباراة ودية في اصوان ويروح استأذن اللجنة الرئيسية لجنة اصوان الفرعية اه في فكرة كل فرع في لجنة حكام يجب على الحكام الالتزام بعدم تجاوز لجنة الحكام الرئيسية في اي مساء التحكمية التأكيد على اهمية الاجتماع الفني والاداري مع مسؤولي الفرعين قبل المباراة بقى لي ادي كده بصوت على ده اخيرا الحمد لله التأكيد على اهمية المحاضرة الفنية قبل المباراة بانتقم التحكم بالكامل مع الالتزام بالمظر العام سواء في المعسكرات او المباراة ضرورة كتابة كل الاحداث قبل واثناء وبعض المباراة بدقة كاملة لعدم المساءلة من يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة مع تحيات واحترام لجنة الحكام الرئيسية واحنا بنقول لكم يا لجنة الحكام الرئيسية برئاسة كابتن ياسر عبدالرقوف برافو عليكم برافو الكلام ده لو اتعامل ده بداية اصلاح المنظومة التحكمية حتى لو قاعدين يوم يعني فيه يوم 10 ديسمبر في انتخابات جاي التحاد جديد حتى على الاقل تسلم اللجنة ورأسك مرفوعة وانت في غاية الاحترام على فكرة اخطاء الحكام ستستمر ولكن ما يحدث الان ده قمة الاحترام وقمة الانضباط وانا اتصور ان شاء الله انه هيبقى فيه نجاح كبير جدا جدا جدا